ازاي كنت مشوف دايما سؤال بيتكرر على اليوتيوب بشكل مستمر هو ازاي احضر السيفي بتاعي للوظائف التدريبية في انجلتور ممكن تكون خلصت امتحان البلاب بتاعك وبتدور على وظائف دلوقتي وحسس انك مشتت ومش عارف تعمل ايه بالزبط عشان تقويل سيفي بتاعك كنا اتكلمنا قبل كده عن ازاي تقويل سيفي بتاعك للوظائف وتعمل ايه بالزبط عشان تقدم على وظائف وتتقبل فيها او تزود فرصة كأنك تتقبل فيها بس بس النهاردة عايزين نبقى تارجت اورينتج شوية ونتكلم على الوظائف التدريبية بالتحديد فتعالوا بقى نعمل كوبايت شاي سوا كده ونكمل كلامنا قبل ما نتكلم سوا في الحاجات اللي انت ممكن تعملها من وانت في مصر عشان تجهز نفسك للترينيج عايزك تاخد نفس عميق كده وdon't stress yourself لان فيه حاجات كتير جدا انت لست هتعملها لما تيجي هنا انجلتور مش كل حاجة هتخلص وانت لسه في مصر فواحدة واحدة وما فيش اي داية للاستعجال لان فيه حاجات كتير جدا انت هتخلصها لما تيجي هنا واحدة واحدة بتجري ليه واحدة واحدة ورانا ايه بعد ما وضحنا النقطة دي بقى يعني تعالوا نعرف ايه اهم الحاجات اللي احنا ممكن نعملها من وحنا لسه في مصر عشان نجهز للوظائف التدريب لو انت عايز جي بي ترينيج فانت مش محتاج اي تجهيز مسبق للسي في بتاعك غير مذاكرة امتحان ال MSRA لانك بكل بساطة لو جيبت سكور كويس امتحان ال MSRA فده هيدمن لك انك يجي لك اوفرز على جي بي ترينيج هنا في انجلتور اما بقى لو عايز تدريب بطنة او جراحة فانت محتاج تبص على السيلف اساسمنت سكور جايد او دليل درجات التقييم الزاتي لتدريب البطنة والجراحة لسنة عشرين تلاتة وعشرين اولا لو انت كنت من الثمنتاشر الاوائل على دفعتك وانت في الكلية فهتاخد ثلاث درجات في سكور التقييم الزاتي وانت بتقدم على ترينيج البطنة بتحبو الشاي ساده بقى ولا بتحبوه بلبن عشان انا عن نفسي بحب الشاي بلبن جدا ثانيا لو شاركت بتقديم بريزنتيشن او بوستر بريزنتيشن في اي مؤتمر دولي او حتى على المستوى الوطني فده لدي درجات كويسة جدا وانت بتقدم على ترينيج البطنة او الجراحة طبعا الفرصة دي مش بتكون متاحة لناس كتير مننا لان مش كلنا بنشارك في مؤتمرات دولية لكن وجب التنويه او وجب ان احنا نذكر النقطة دي يعني للقلائل مننا اللي ممكن يكونوا شاركوا مع الاقسام بتاعتهم في اي مؤتمرات دولية كوكيز نقطة كده يعني اف ليبل شوية بعينة عن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه الكوكيز في انجلترا والشكارتات والحاجات المسكرة دي كلها تحفة ورخيصة فحاسب على نفسك لما تيدي هنا ثالثا بقى حاجة اللي ممكن تكون متاحة لنا كلنا بس محتاجة شوية مجهود هي البابليكيشنز او الاعمال البحثية ماخدين بالكو؟ فلو انت كنت author او co-author في اي عمل بحتي تم نشره في مجلة علمية cited by bobmed يعني تم قبوله في موسوعة الاعمال البحثية لارشيف الابحاث الخاص ب bobmed فدي ممكن تاخد عليها سكور كويس جدا بيتراوح ما بين 2 points up to 10 points 2 points لو انت كنت co-author في case presentation 4 points لو انت كنت first author لcase report و 10 points لو انت كنت first author لpublication من بابها حاجة كمان بقى هي موجوع leadership لو مسكت دور قيادي في حياتك لمدة متقلش عن 6 شهور بتاقت حوالي من 2-6 points في اللي سكور بتاع البطنة لكن في اللي سكور بتاع الجراحة leadership points اتكنسلت من اول 20-23 طيب يعني ايه دور قيادي برضو عشان الكلام ما يبقاش مبهم شوية يعني مثلا كنت في فريق اتحاد الطلبة لمدة متقلش عن 6 شهور وانت في الكلية وكان ليك تأثير ايجابي في الفترة دي او شاركت في اي اعمال تطوعية مع مؤسسات خيرية او مجتمعية في المدينة اللي انت كنت فيها قواف الطبية بقى ايفنتات توعية بمرج معين اي دور قيادي عمل اثر في المجتمع بتاعك سواء كان على مستوى صغير زي اتحاد الطلبة او مستوى كبير شوية زي المؤسسات المجتمعية المهم الدور ده مدته متقلش عن 6 شهور رابعا التدريس ومؤهلات التدريس تعالوا نرجع الكوكيز بقى عشان انا لو اعدت حطتها جنبي اخلصها التدريس لو عندك دبلوما في التدريس او شهادة يعني اخدتها في التدريس بعد التخرج فدي بتاخد عليها سكور من 3 ل 5 نقط على حسب مدة الدراسة بتاعتها كانت قد ايه اما لو اخدت كورس في التدريس فدي بتاخد عليه النقطة واحدة شرط ان يكون مدة الكورس كانت يومين او اكتر غير مؤهلات التدريس بقى لو انت اصلا بتشارك في التدريس للطلبة بتعطب او لدكاترة اصغر منك فدي بتاخد عليها بعض النقاط لو انت شاركت في اربع حصص تدريسية على مدار السنة بتاخد عليها نقطتين اما لو انت صممت برنامج تدريبي لاطباق الامتياز مثلا اللي موجودين عندك في المستشفى او لدكاترة اللي جايين يستلمو جديد بتعرفهم فيها على موضوع معين زي الانفكشن كونترول او حتى بتعمل لهم اندكشن للمستشفى فدي حاجة بتاخد عليها من 6 ل 10 نقطة خامسا واخر حاجة بقى في شوية مؤهلات خاصة بالجراحة بس للناس اللي مهتمة بتدريب الجراحة او الكور سيرجيكال تريني تعالوا نقولهم بقى واحنا بنخسر كوبايت الشاي دي حضور المؤتمرات العلمية الجراحية بياخد بوينت عن كل مؤتمر لحد 3 مؤتمرات يعني لو حضرت 3 مؤتمرات بتاخد 3 بوينت لو شاركت في 11 لحد 40 عملية جراحية بتاخد من 2 لحد 8 بوينت حسب عدد العمليات اللي انت شاركت فيها لو عملت إلكتف في الجراحة مدته على الاقل 4 أسابيع او لو اخدت 3 شهور من الامتياز بتاعك في تخصصات جراحية فدي بتاخد عليها على الاقل 3 بوينت وده كان باختصار كل البوينت اللي ممكن تاخدها من السيرجيكال اكسپيريينس وانت بتقدم على تدريب الكور سيرجيكال تريني اخر حاجة ممكن تاخد عليها سكور بقى وانت بتقدم على تدريب البطنة او تدريب الجراحة هو القواليسي امبروفمنت بروجيتس او الاودتس ودي غالبا هتعملها لما تيجي هنا هتمنى الفيديو يكون مفيد وان شاء الله هرفع عليكم الريسورسز بتاعة السيرف اساسمنت سكور جايد عشان تدخلوا وتبصوا عليها وتشوفوا كل التفاصيل وزي ما قلنا دونت سترس يوسيلف اوت يا جماعة انتوا هيبقى معاكم وقت تعملوا بكل الحاجات دي ان شاء الله لما تيجوا هنا قبل ما تقدموا على تريني بالتوفيق اليكم جميعا وان شاء الله هشوفكم الفيديو اللي جاني اشتركوا في القناة